هنبدأ معاك جولتنا الرياضية مع نتائج مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2022 المنتخب الكرواتي حقق فوز صعب على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 خلال مباراة اللعبوها على ملعب المدينة التعليمية في افتتاح منافسات دور ربع النهائي للنسخة الحالية ببطولة كأس العالم التعادل السلبي فضل مستمر بين المنتخبين لحد ما جات الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد في دقيقة 105 وسجل نيمار أول أهداف البرازيلي بعد مروغة مع حارس المرمى وفي دقيقة 116 سجل اللعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا علشان يرجع المباراة لنقطة الصفر والمنتخبين يلجأوا لضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة تيتي المدير الفني المنتخب البرازيل أعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب سلساو بعد خروج الصنبا من دور ربع النهائي على يد كرواتيا حارس منتخب كرواتيا ليكو ليفا كوفيتش حصل على جائزة أفضل لعب موارات منتخب بلاده ضد البرازيل بعد قيادة منتخب كرواتيا لتأهل نصف نهائي كأس العالم وحصل الحارس المتقلق على الجيزة بعد ما نجح في صد رجل الترجيح من اللعب البرازيلي رودريجو ده غير تقلقه في صد الكرات والهجمات الخطيرة لمنتخب البرازيل منتخب الأرجنتين تأهل نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح في المباراة لجمعتهم على ملعب لوسيل وسجل المدافع مولينة هدف الأرجنتين في الدقيقة 35 ده بعد تمريرة رائعة من النجم لينيين ميسي وبعدها سجل الهدف الثاني لينيين ميسي في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء أما أهداف التواحين فسجلها فاوت فيجهارسوستويك في الدقيقة 83 من مباراة ورجع وسجل نفس اللعب هدف التعادل القاتل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضاقة علشان المنتخبين يروحوا للأشواط الإضافية اللي برضو خلصت بالتعادل وفي النهاية يوصلوا لضربات الترجيح ويفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 4-3 وبكده هيواجه منتخب التانجو المنتخب الكرواتي في نصف نهائي المونديال أسطورة الأرجنتين ميسي حصل على جيزة أفضل لعب في مباراة منتخب ببلاده ضد هولندا بعد تقلقه وتسجيله هدف وصناعة هدف تاني في التأهل لنصف نهائي المونديال وليد الريكراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قال إن المباراة البرتغال اللي هتلعبها نهارده في ربع نهائي كأس العالم 2022 مش هتكون سهلة إحنا قدام مباراة صعبة هنلعب فيها قدام أفضل المنتخبات في العالم هنلعب بخطتنا وعاوزين نعمل مفاجأة وهنقدم كل حاجة عندنا علشان نفوز أحمد التكنواتي لعب منتخب المغرب أكد إن منتخب بلاده هيواجه البرتغال وهو بيدور على الفوز وقال كمان إننا مركزين كويس وهتكون المباراة صعبة وإن شاء الله ننتصر ونفرح الجميع الأجواء استثنائية وصلنا لربع نهائي كأس العالم وأسعدنا المشجيين المغربة بتمني أو بنتمنى كمان اتساعدهم مرة تانية علشان نكون أول منتخب عربي وأفريقي بيوصل النهائي أو لنصف النهائي المنتخب المغريبي تصدر قيمة أقوى خط دفاع بين المنتخبات التمانية المتأهلة للربع نهائي كأس العالم قطر 2022 المنتخب المغريبي ما استقبلش غير هدف واحد بس خلال المباريات اللي لعبها في البطولة أما منتخب البرتغال ففي المرتبة الأخيرة ضمن القيمة بعد ما استقبل خمسة أهداف خلال المباريات اللي لعبها في البطولة المدير الفني لمنتخب البرتغال الفرناندو سانتس آل سيبو روناردو في حالو كريستيانو قائد منتخبنا والكرة عالف أهميته للكرة البرتغالية وسبق وقلت قبل كده إن المباراة اللي فاتت اتكلمت معي بخصوص استبعاده عن بداية المباراة وهو فهم قراري كويس كان زعلان طبعاً لكنه في النهاية تقبل القرار وعندنا مباراة صعبة قدام منتخب المغرب اللي سبق وعنينا منه في 2018 بسبب تنظيمه ده غير لعبته اللي موجودة في أفضل الأندية الأوروبية زي باريس سان جرمان وتشيلسي جواو فليكس اللاعب منتخب البرتغال قال حققنا انتصار رقاً قدام سويسرا ودلوقتي لازم نستعد بقوة للمغرب ودي أول بطولة كأس عالم ألعبها وكل اللاعبة بتحلم تحققها قال كمان أشرف حكيمي واحد من أفضل اللاعبة في مركزه ودايماً بيلعب للأندية الكبيرة حكيمي هيدافع المنتخبه وأنا برضو هدافع المنتخبي وبتمنى نحق الفوز النجم الجزائري الرياضة محرز لعب منشستر سيتي إنجليزي أكد المنتخب المغربي بيقدم أداء عظيم هزموا منتخبات قوية ودلوقتي بيلعبوا في ربع نهاء المونديال بتمنى المنتخب المغربي بيواصل تحقيق إنجازاته في البطولة جاريث ساوت جيت مدارب منتخب إنجلترا قال قدرنا نفوز على بعض الفرق الكبيرة وعارفين إن عندنا تجربة في الضغط الكبير والمنتخب الفرنسي مش ممكن نختذره في كله في مبابي في عشر لعيبة غيره جوه أرض الملعب ولازم نتفوق فردياً عليهم وعندنا فريق شاب بيدينا دفع معنوية علشان نحقق اللقب إنه ده فيه منافسة قوية من مجموعة لعيبة من طراز عالي في خط هجوم المنتخبين هاريكين ومنبابي الاتنين دول سجلوا أعداد ضخمة من الأهداف دي 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 شام برموديل الفني للمنتخب الفرنسي أكد إن منتخب الديوك بيستهدفوا الوصول لدور نصف النهائي في رحلة الدفاع عن اللقب في المونديال وعن مبارتهم قدام إنجلترا النهاردة قال دي شام هدفنا نوصل لنصف النهائي ولازم يكون عندنا سرعة قوية ومنسبش أي فرصة ليهم علشان يرتبوا صفوفهم أثناء المرتدات الإنجليز أقوياء جداً في المرتدات وعندوهم نقاط قوة في الكرات السبتة عاوز أقول كمان المنتخب الإنجليزي ما عندوش مفوش أي نقاط ضعف وبخصوص اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخبات بلدهم في بطولة كأس العالم 2022 فتصدر القيمة لعب منتخب فرنسا النجم كليان مبابي مبابي لعب أربع مباريات مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 لحد دلوقتي يسجل خمسة أهداف وصنع هدفين وبكده وصل لسبع أهداف كأكتر لعب ساهم في التسجيل مع منتخبه خلال المونديال وبكده انتهت جولتنا الرياضية هنرجع مرة تانية الأحمد علشان نكمي معكم فقرات صباحين يا مصر